مشاهدين انطلق على امتداد حديقة الشاطئ في كلباء معرض الزهور السادس الذي تنظمه بلدية مدينة كلباء بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المتخصصة في الزهور في المنطقة خلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف أكثر عن المعرض نرجع نظمت بلدية مدينة كلباء ضمن فعاليات اسبوع التشجير معرض الزهور السادس الذي تنظمه بلدية المدينة تحت شعار الزهور تتكلم يشارك في المعرض حوالي 30 جهة حكومية وخاصة من مؤسسات ومدارس وشركات وتجار ومحال الزهور وزينة الحدائق يضم المعرض العديد من الأركان والأقسام المتنوعة التي تتناسب جميع أفراد المجتمع بمختلف فئته العمرية إلى جانب الورش التدريبية والمسابقات الثقافية والمسرحيات التي خصصت للأطفال ومعرضا للسيارات الكلاسيكية وآخر للطيور يشكل المعرض حدثا سنويا تستطيفه مدينة كلباء لتحقيق جملة من الأهداف أهمها توسيع رقعة الخضراء في المدينة والتركيز على همية الزراعة في تنقية الجو مثل ما شاهدنا في التقرير المعرض يضم آلاف الزهور وهناك الكثير من الفعاليات التي خصصت لزواره معنا في الستيديو صباح الشرقية الأستاذ جاسم محمد الشحي مدير الخدمات المساندة في بلدية كلباء رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الزهور صباحك الله بالخير أستاذي صباحك الله بالنور يا هذا فيك أستاذي في البداية أستاذي حبينا نعرف المعرض يقام في السنة السادسة في المرة السادسة فمن الجديد الذي يظهر لهذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحب بكم ونشكر لكم صدافتكم في القناة وشاكرين لكم تواصلكم وبثكم الحي للقناة وكذلك تغطيتكم الإعلامية للمعرض معرض الزهور السادس نطلق يوم الجمعة الماضية بعنوان الزهور تتكلم تحت شعار الزهور تتكلم وهو مستقل تصميم من كلمة الزهور تتكلم اختصار كلمة الزهرة ونسمبل الخضراء دلالة على أسبوع التجير والزهور تتكلم باللون البني دلالة على التربة المستخدمة في سرعة الزهور جميل أستاذ ما هي الجهات المشاركة في تنظيم المعرض؟ تشارك هذه السنة معانا 30 جهة متثنون بين الحكومية والخاصة منها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية مركز الفنون بلدي الدبل حصن كذلك الجهات الخاصة والمدارس الحكومية كذلك عندنا المسرح هذه السنة بتنظيم مركز سجايل لأطفال بيمارة الشارقة وهو ما امتازت به عن السنوات السابقة يعني هذه السنة كانت الجهات أكثر عن السنوات السابقة؟ نعم هذه السنة كانت الجهات أكثر بكثير عن السنوات السابقة وكان لها دور أكثر للجهات دور الجهات لا يقتصر على وجود ركن مخصص للجهة لا، إذا تنفيذ على الواقع يتم يعني مثل ما شفنا أيضا أستاذي في المعرض كانت هناك أشكال جميلة من الزهور تنوعت أشكال الزهور فكيف كان تنظيم هذه الأشكال؟ المعرض احتوى هذه السنة على عدد 52 ألف شتلة تنوعت بين 12 نوع من 12 نوع اشتق منها إلى 20 نوع في الزهرة تم تصميمها بما يتواهي بشكل هندسي عن طريق الأخوة المختصين في قسم الزراعة بإشراف المهندس الزراعي يعني كان فيه أيضا هناك معاكم أقبال من قبل الأشخاص والناس الجمهور كان فيه نعم تواصل ولاحظناه خلال ثلاثة أيام الماضية من فتاح المعرض وما ترتب عليه اليوم بتمديد فترة المعرض إلى يوم الجمعة القادم كان ينتهي يوم الثلاثاء بداء على توصيات الجمهور وحبهم المشاركة ترتب عليه تمديد المعرض لأيوم الجمعة جميل أستاذ مونهو الأهداف المرجوة من هذا المعرض الهدف ترتب منه الهدف الأول كان توعية المجتمع بضرورة وأهمية مصطحات الخضراء في المنازمة ترتب عليه من زراعات تتوافق مع رؤية صاحب الصمو حاكم بلاد ومبادرته الكريمة بجعل حديقة لكل منزل فكان في مجسمة للبيت العربي تضمن مواقع الزراعة ما تحتويه وأهمية الزراعة والمسافات المتبينية بين كل الشجيرة والشجيرة التي تليها كذلك وضع خارج الأسوار يمكن لهمية لأن تكون زراعات متنقلة داخل الجرات مثل ما نقول ما تكون عبارة عن الزراعة الدائمة لاستخدام حرام الطريق لجهات ذات العلاقة وجهات الخدمات جميل أستاذ جاسم مثل ما ذكرت أن شعار المعرض هذا العام الزهور تتكلم إلى شو يرمز هذا الشعار تحدثنا عنه أن الزهور تتكلم الشعار يرمز إلى أن كلمة الزهور تتكلم باللون البني دلالة على التربة المستخدمة في الزراعة وكلمة الزهرة صورة الزهرة هي عبارة عن حرف الزاي مع السمبلة باللون لغضها دلالة على أسبوع التجيير وهو معرض زهور متزامن مع أسبوع التجيير في الدولة الذي انطلق في تاريخ ثلاثة مارس جميل شو أيضا أستاذ هناك الفعاليات والأنشطة التي كانت مصاحبة للمعرض الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمعرض أولها كان المسرح بإدارة ما ذكرنا بإدارة الأخوة في سجايا من المسابقات وورش تنفيذية كذلك خصصنا هذه السنة موقع للورش بمشاركة جميع الدوائر من ضمنها السجايا كذلك والجمعية الخيرية والمدارس العاملة ومركز تمية الأسرة في إمارة الشارجة وهذا يعني جزء وكذلك في جهات أخرى يعني إذا ما ذكرتها ينايز علوم منها يعني إذا ما ذكرتها لكن تقريبا ثلاثين جهة شاركت معنا هذه السنة جميل أستاذ جسمك كان فيه هناك بعد جانب خصص طولة يوم الشهيد فشو كان دور يوم الشهيد في هذه الفعالية في البداية رحم الله شهداء الوطن وسألان يتغمدهم ويدهم أحلهم الصبر والسلوان مواكبة لما الدولة ومكانة الشهداء عند رب العالمين وتقديرا للدولة لدورها الشهداء ومادوهم التضحيات تم بإشراف أحد الموظفين البلدية بتصميم مجسم للطائرة ومجسم للشهيد أو للجندي في أرض المعركة وهذا علاقة كبار كبير من الزوار وإشهادة كثيرة بهذا التصميم جميل أنا الصراحة شفت في المعرض أنك كان فيه هناك أيضا جانب للسيارات الكلاسيكية نعم هذه مشاركة من أحد المحلات في كل بابادرة أحد المحلات أن يشارك معنا فتم تخصيص موقع له وتم وضع سيارتين بتزيينهم بالزهور وكذلك هي تزامنا مع أسبوع المرور انطلق يوم غد انطلق طبعا أسبوع المرور وتزامنا معه أن تلال أن الأشياء الممنوعة على السيارة والأشياء المفروضة تكون في السيارة ودلي الواضح حتى الزينة هل هي صحيحة أو غير صحيحة فهو دائما دور توعوي اختصرت للمشاركات أن تكون توعوية وليس مشاركات فقط مشاركات عادية يعني ربطوا هذا الموضوع بأسبوع المرور جميل فكيف كانت أردت فعل الجمهور الجميع أشاد فيها وخاصة الربط بين أسبوع المرور و أسبوع التجيير و معرض الزهور حتى ممرات التي تم استخدامها في الممر ممرات كانت عبارة عن شوارع تراعي الارتدادات الموجودة تراعي الزراعة لأطراف الشوارع كذلك مثلنا كل شيء بواقع جميل أستاذي هذا الجانب شي ضيف أيضاً للأسر للعائلات للتجمعات وشو مخصصين أيضاً للأسر أشدنا بموقع الأسر المنتجة والورش اللي شاركوا فيها وهي تخدم الطلاب والطالبات باستخدام كذلك استخدمنا هذه السنة المرة الأولى إعادة تدوير منطقة الريسايكل أو إعادة تدوير ما أسمى استخدم جميع المواد المستخدمة فيما أستخدمها بعد استخدمها ما أني جرد أن أرميها و لا أستخدمها و هذا كذلك في مركز الفنون بتصميمهم شجرة الأحلام عبارة عن استخدم جميع المواد المعدة لإستخدمها يعني مثل ما تقول إعادة تدوير إعادة تدوير نعم جميل ساد، شو أهمية هذا الموضوع في الحفاظ على البيئة أيضاً لها همية كبيرة تعزيز الوعي والثقافة المجتمعية أن كل ما أستخدم من شيء ما أرميه أحافظ عليه لأن كل ما حافظت عليه أنا أقلص مجهودات ما هو المعنيه بالبيئة ما أتعب كل شيء أنها على طول رمي 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 لا أنا أعيد استخدامها يعاد استخدامها بصبغها بألوان مناسبة استخدامها كزهور لاحظنا وجود أن بعض المجسمات تم استخدامها كشتلات أو جرات للخوالب الزهرية بدم واشتريجها في أشياء أستخدمها جميل أستاذي أننا لاحظنا أن المعرض يقام للمرة السادسة أو في دورة السادسة فشو أهمية هذا المعرض في المنطقة الشرقية أهمية المعرض ذكرنا أنه الهمية الأولى هي توعيد المجتمع بأهمية المسطحات الخضراء في المنازل وفي الشوارع أهمية كذلك في الشراكة المجتمعية مؤسسات أبراز مرافق السياحي للمدينة تفاعل مع المجتمع والمحيط الأقليمي كما ذكرنا في مجسم الشهيد أبراز الهوية الوطنية من خلال المعرض كل التصاميم الموجودة في المعرض مستوحى من أياد وطنية وبعملهم الذاتي جميل يعني الأسر المنتجة مثل ما قلت جميل أستاذ جاسم بعد حابين نعرف متى أوقات الفعاليات التي تقام في المعرض من خلال من الافتتاح إلى غاية الغلاء تغلقوا المعرض المعرض يوميا يتم تدشين أبواب من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة والنصف هذا في أيام الإجازات إلى الساعة العاشرة المسرح كذلك يبدأ مع بدء الفعاليات لأنه في سجايا قائمين بالدور وأكثر يعني يوميا يكون مسرح يوميا و الفعاليات الأخرى الفعاليات المصاحبة الورش يوميا تبدأ من الساعة الخامسة ونصف إلى الساعة الثامنة الورش حسب الجدول ووضوع لها يوميا جميل أستاذ جاسم أيضا فيه هناك معرض لطيور الزينة فخبرنا شوية أكثر عن هذا المعرض الجناح هذا يرتاده الجميع ويطلبه كل عام لأخوة المقيمين في المدينة والزوار بما أن معرض الزهور كذلك في طيور الزينة فهنا نحبين أن نشاركهم كذلك أن نفرحهم بطيور الزينة وبأنواحها ترتبط تقريبا أكثر من 25 نوع طير بمختلف الأنواع جميل أستاذ جاسم معرض مثل معرض الزهور كيف يمكن أن يعزز السياحة في المنطقة الشرقية؟ أعزز السياحة عن طريق ربط الزيارات مع جميع المؤسسات الموجودة لدينا ويمكن ترتب بالأمس زيارة لكبار الصن عن طريق مبادرة جيران مراكز تميل وسرية قاموا بزيارة المعرض مشكورين كذلك تم التنسيق مع إدارة المتاحة بالزيارة منتح في بيت الشيخ سعيد وكذلك مع الأخوة في هيئة البيئة والمحمية الطبيعية بالزيارة مركز الحفية للصون والحياة البرية التي تتشينها أسبوع الماضي مقبل صاحب الصون الحاكم البلاد جميل أستاذ جاسم كيف يتكم فكرة تزيين المعرض بهذه الأشكال بطريقة مثلا ورود تكون طريقة السيارات وتكون طريقة الطيور فكيف يتكم هذه الفكرة هذه الأفكار جميعا نسمها ذكرنا أن هي أفكار عيادة وطنية وأكثرها من موظفين بلدية نفسهم مختلف الأخصام كل تم تشكيل اللجنة قبل 45 يوم من بدل المعرض وكل تم فترة تجميع الأفكار استغرقتها كثير والتنفيذ خد وقت 30 يوم بالضبط فكرة المعرض قضت 30 يوم في الترتيب وفي التنسية نعم في الترتيب 30 يوم وقبلها كان فترة الأفكار تم تجميع جميع الأفكار وضحها في إطار ورسم هندسي للمعرض وهذا كان أول مرة أن يكون فيه رسم هندسي للمعرض مخطط جاهز وثابت ومعتمد بالمواقع جميل لكن لماذا تم اختيار هذا الموقع بالذات لإقامة المعرض فيه؟ لبيان أهمية حديقة الشاطئ وهي موجودة وساحاتها كذلك وتوفر مرافق خدمية موجودة فيها جميل أستاذ جاسم كيف أيضا شفتوا تفاعل الأطفال؟ تفاعل حتى الكبار من خلال الورشة والفعاليات المقدمة؟ تفاعل الجمهور كان كبير للغاية وسعيد بهذه الفعالية وكما أشهدنا في البداية أن بناء على طلبهم تم تمديد الفعالية لأيوم الجمعة كانت تقتصر على خمسة أيام تم تمديدها إلى ثمانة أيام اعتمد امتدت الثمانة أيام من قبل الجمهور أنه صار عدد كبير في الأقبال جميل أيضا أستاذ جاسم بعد حب أن نعرف عن الأوقات التي تكون فيها الفعاليات مثلا يعني أكيد في هناك تكون أيام مميزة أو أيام خاصة تكون فيها فعاليات شوي أكثر جميع الأيام لا أحب أن نبرز دور يوم عن يوم ثاني جميع الأيام متساوية وحاولنا أن نوزع جميع الفعاليات على جميع الأيام مع اختلاف الفعاليات لأن كل يوم يوجد فعالية تختلف عن يوم من قبل جميل لا يوجد الفعاليات نفسه جميل طبعا أستاذ جاسم نشكرك أتوالدك اليوم معنا ونتملكم أكيد توفيق في هذا المعرض ومعارض من الأخرى شكرا لكم نشكرين لكم استضافتكم وشاركوا كذلك تغييتكم إعلامية للمعرض ونشكر ونشيل بدور قناة الشرقية من كلبع شكرا لكم